اشتركوا في القناة في ناس سألوا عنه وناس طلبوا نصيحة فيه وطلبوا الاستشارة فيه اللي هو موضوع بيتعلق بشهر رمضان الآن دائما كل سنة يكون فيه فوضى بعملية تحديد شهر رمضان ليش؟ لأن الفارغ ما بيننا الفلكيين أو ما بين علماء الدين أنه فلكيين احنا منعرف امتى ولادته الهلال وامتى ببدأ الشهر الهجري اللي هو الشهر القمري ولكن علماء الدين على قاعدة رؤية الهلال فدائما بصير فيه فرق ما بيننا وبينهم وهو يوم وبعد مرات بيكون يومين لأنه ولادته الهلال ممكن بعد 12-13-16-18 ساعة لتشوف انت بداية الهلال فبكون راح يوم ودخلت انت بيوم آخر وعلى هذا الأساس بدنا نحكي عن حلقة اليوم لأنه حلقة اليوم مهمة جدا بهذا الموضوع طبعا احنا ما منتعدى على الدين وما منتجتهد على الدين احنا منحكي علم ماشي؟ أول شغلة بالنسبة لولادة الهلال تعدني دائما اقتران القمر بالشمس لما بيقترنوا معناته بداية الشهر الجديد فيوم واحد أربعة اللي هو يوم الجمعة في تمام الساعة 6 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بصير هذا الاقتران يوم الجمعة فيوم لأنه سرعة القمر بطيئة فعند غروب الشمس اللي هو من نفس يوم الجمعة عند المغرب مهما حاولوا في الدول الوطن العربي انهم يشوفوا الهلال فما رح يشوفوه رغم انه هو تولد يعني انولد هو يوم الجمعة ولكن ما رح يشوفوه لأنه سرعة القمر بطيئة بالحركة فعشان هيك ما رح ينشاف امتى بينشاف؟ بينشاف تقريبا في ساعات الفجر يعني في ساعات فجر يوم الجمعة فجر يوم السبت بينشاف الهلال ولكن انه احنا طبيعة العلماء اللي بيراقبوا الهلال ما بيراقبوا في ساعات الفجر هم بيراقبوا في ساعات المغرب فعشان هيك يوم الجمعة لما يراقبوا الهلال رح يقولوا احنا ما شفنا فرح يكون يوم السبت هو المتمم بالنسبة لعلماء الدين بس بالنسبة لنا احنا فلكيا منقول انه يوم السبت هو اول شهر رمضان فلكيا فعشان هيك رح يكون شهر رمضان بالنسبة لنا فلكيا زي ما حكينا يوم السبت ولكن بالنسبة لعلماء المسلمين ما رح يتمكنوا انهم يشوفوا الهلال الا مساء يوم السبت وطبعا رح يكون ابن اليوم الثاني يعني بده يدخل على اليوم الثاني من شهر رمضان ورح يحددولكو يوم الاحد هو اول ايام شهر رمضان فهيك بكون راح يوم من هذا الشهر طبعا انا ما بحكي وما بحط في رقبتي ولا في عنقي اني اقول للناس صوموا يوم السبت لانه هيك انا بدي زي اشق المسلمين واعمل اختلاف وخلاف ولكن انا علميا او الامان العلمية بتحتم علي اني اذكر هذا الموضوع انه يوم السبت هو فلكيا اول يوم من شهر رمضان ولكن انهم ما رح يشوفوا الهلال فعشان هيك رح يخلوكو صوموا يوم الاحد فاللي بصوموا يوم السبت على حسب الدول اللي رح تعلن ما بنعرف مين رح يعلن الدول اللي بتعلن انه يوم السبت هو اول يوم من رمضان هي الدول الصحيحة واللي بتعلن يوم الاحد هي راح عليها يوم من هذا الشهر طبعا في النهاية والله اعلم طبعا بالنسبة لجدول خلو المسار لشهر اربعة صار موجود في صندوق الوصف يعني اللي بدو يستعين فيه او يكتبوا عساس انه يعرف تحركات القمر بالابراج خلال فترة الشهر ويعرف خلو المسار خلال هذا الشهر فصار موجود انا كتبته موجود في صندوق الوصف الآن طبعا اليوم برضو راح احكي عن مسألة اقتران نبتن والمشتري راح احكي عنها ولكن مش بشكل المفصل لانه اليوم بتبلش تأثيرات هذا الاقتران فبحكي لمحة عنه وان شاء الله في الايام القادمة راح اشرحلكوا عليه بشكل مفصل ايش يعني اقتران المشتري ونبتن مع بعض اما الان خلنا نروح على التوقعات اليومية طبعا القمر موجود في منزلة الرشا منزل موجود في برج الحوت وهي حكينا في حلقة الامس ان منزلة الرشا هي اخر منزلة في المنازل الفلكية راح يفضل القمر موجود في هاي المنزلة اللي هي جيدة للعلاج والربح والسلام والصلاح راح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر لبرج الحمل ولأول منزلة وهي منزلة الشرطين منزلة الشرطين هي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر حلاقة الشعر أشياء من هذا القبيل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت معناته بتظل التأثيرات علينا لغاية ساعات الصباح أنه بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر منكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم أو قسب كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا بيظرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسع من التأمل صلاة نجاح في عمل فني كالشعر الرسم عيادة المرضى شراء الزهور واختناء آل التصوير زي ما ذكرت أنه اليوم بداية تأثير زاوية الاختران الإيجابية بين المشتري وبين نبتون طبعا كثير من الفلكيين حقوا إنها سلبية وبعض الفلكيين حقوا إنها إيجابية سلبية ممتزجة خلطوا بين الإيجابية والسلبية فيها ولكن أنا بالنسبة إلي بصنفها هي من الزوايا الإيجابية طبعا بالنسبة لهاي الزاوية هي تبدأ من اليوم اللي هو 31-3 ذروتها يوم 12-4 طه رح تكون ذروة الاقتران الساعة 22-42 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش من يوم 12-4 ورح تستمر تأثيرات القوية للإقتران هذا لغاية يوم 25-4 طبعا هاي الزاوية مناسبة للإلهام الإلهام الفني الإلهام بالتأليف بكل الهوايات والأمور هاي وممتاز جدا برضو جيدة للأرباح المالية جيدة للمكاسب عن طريق توسط بعض الأصدقاء أو الجمعيات هاي الفترة ممكن تنتهي تنتهي وضعية حرجة لأحد الأشخاص أو أحد الأبراج وممكن نقع في حبل أو حب من أول نظرة وهذا الحب رح يكون مستمر بالنسبة لدوليا طبعا بالمختصر هي بتدل على ازدهار التجارة الخارجية خصوصا اللي للتجارة اللي بتتعلق بالسوائل اللي هي زي الماء أو المياه أو الأمور البحرية أو الأمور النفطية أو الأمور اللي بتتعلق بهذا الجو وبرضو إلها علاقة بصفقات تجارية بخصوص الصيد البحري أو المنتجات البتراكيماوية مع الدول الأخرى أهم تأثير لهذا الاتصال أنه بيكون على الجانب العقائدي للبلاد لأنه بيزيد الاهتمام بالدين وبالعقيدة وبيزيد احترام الناس لبعض رجال الدين أو الأم كما بتزيد هيمنة أحزاب اليسار وتأثيرها على القرارات في الحكومة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي بداية زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي راح تكون طبعا زي ما حكينا أنه تأثيراتها لغاية اليوم اللي هو 31-3 وبتنتهي ما حكينا أنه بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة بسبب هذه الزاوية ولكن اليوم بدأت تخف في أقل طاقاتها ولكن هي مستمرة في التأثيرات طبعا حكينا أنها خلتنا نحس بالفترة الماضية بتراجع في المنتوج الفلاحي ارتفاع أسعار الخضار والفواكه والأمور هاي برضو أثرت على منتوج مؤسسات الدولة الصناعة ثقيلة الصناعة الحرافية إيشي العلاقة بالإهمال بالتكاسل برضو تهرب الموظفين من عملهم فعشان هيك بيقل العطاء في هاي المؤسسات أثرت على المؤسسات المالية والبنوك والبورصة الأسهم الطرابات صارت في المداخيل بسوء التدبير والتبذير بيعاني المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات أو قلة الانتاج أو وجودة الانتاج بتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبرضو بتزيد التزام الناس وتقييدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اختيران إيجابية بين عطارد وبين الشمس وهي حكينا تأثيراتها رح تستمر لغاية يوم 6-4 ذروة هاي الزاوية يوم 2-4 وقلنا أنه عند حدوط هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة الماضية وبازداد التوجه لإجراء الاتصالات والتناقلات أو السفريات الضرورية أما بالنسبة الزوايا اللي اليوم رح تتشكل في عنا زاوية وحيدة وخلوم مساء الزاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين البلوتو وهاي رح تكون الساعة 6-36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج أي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي للقمر بيبدأ في تمام الساعة 6-36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبينتهي في تمام الساعة 9-39 دقيقة صباحا وبكون هيك انتقل القمر لبرج الحمل هذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي ذكرناها في خلو المسار لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9-30 القمر خلاص بيكون امتقل وصار في برج الحمل عشان هيك بتبلش تأثيرات برج الحمل تأثر على جميع الأبراج في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا ممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا أنه في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا شيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ماء أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بظل تأثيرات وجود القمر في برج الحوت اللي هم القدمين وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الهورمون مسكن الآلام وهورمون مساعد النوم هدولة اللي بصير فيهم خربطة من ساعات الصباح بيصير الأعضاء الأكثر حساسية الرأس والأسنان اللسان والعضلات المخططة القضيب والمرارة والشرين والدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا لأنه القمر بمراحل الولادة فترة مناسبة جدا لإجراء العمليات الجراحية ولكن ما زالت غير مناسبة لعمليات الجراحة التجميلية ولكن لا الأمور اللي إلها علاقة بالحقن أو إلها علاقة بالبشرة والأمور هاي فالأمر جيد ما زال اليوم هذا برضو يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصباح ولكن لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا فطبعا الأجواء أفضل رغم أنه ما زال لأنه بيكون في ساعات الصباح تأثيرات برج الحوت بعطي بعض الأثار والأعراض إلا أنها أخف من الأيام الماضية فعشان هيك بيكون بس بندول أو برستيمول يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويصير في برج الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت يوم اثنين أربعة رح يبدأ خلو المسار في تمام الساعة واحدة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة أربعة وتسعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر ويصير في برج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة طبعا الآن هي سعيدة بنسبة ستين في المية ولكن في ساعة ظهيرة هذا اليوم بصير سعيد بنسبة مية في المية القمر في الحوت بدو ينتقل للحمل رح يمكث في الحمل لغاية يوم اثنين أربعة هو الآن سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الحمل حتى يوم احد عشر أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة ستين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيظل التعب مسيطر عليكم طبعا لأن القمر ما زال موجود في برج الحوت لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في برجكم يعني من تبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود من ساعات الصباح وبرضو للأيام القادمة النشاط عالي جدا ملفتين للنظر أحباكم من الجنس الآخر رح ينجذبوا للكم أكثر فترة ممتازة جدا ولكن أهم شيء أن تحافظوا على عصبيتكم خلال هذا اليوم لأنه بظل التوتر موجود برج الثور طبعا بظل النشاط موجود ما بينكم بين الأصدقاء والمناسبات الاجتماعية واللقاءات الاجتماعية مستمر من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت متاعبكم فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكونوا تحاذروا من الدخول في أي مناقشة أو جدال وخصوصا مع الأصدقاء أو أفراد العائلة أو الأحبة لأنه ممكن يتطور هذا الخلاف أو الجدال للأسوأ فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج الجوسة بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتخلوا علاقاتكم ما بينكم بين المسؤولين ممتازة جدا وديروا بالكم من مخالفة القوانين أو المجازفات أو أي شيء بشوه السمعة لغاية طبعا ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فرح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكوا تحقيق أمني بمساعدة صديق في منك رح يتوجه له دعوة أو ما يكون عنده مناسبة معينة خلال هذا اليوم برج السرطان طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح اللي عنده امتحانة أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضود وبالمقابل اللي بسافروا عن طريق الطرق المفتوحة حينتبهوا أثناء القيادة خلوا يعني في نوع من أنواع التوازن في تعاملكم لأنه في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت السمعة فعشان هيك بتكونوا تحافظوا على هدوءكم من ساعات الصباح لساعات المساء ما تحاولوا إثارة الفتن والمشاكل ما تخلفوا القوانين ما تجازفوا هاي فترة مهمة بتمتحنك فعشان هيك حاول أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الأسد بيظل التركيز على أمور البيت الثامن من الآن لغاية ساعات الصباح لأنه بتركيز على الأموال المشتركة تتفحصوا حسابات مشتركة تمتنعوا عن أي خطوة مالية هذا الضروري جدا ممكن تهتموا ببعض الديون القديمة أو المدفوعات أو الفواتير أو ترتبوا التزاماتكم القائمة أهم شيء ما تكفلوا حد ما تضمنوا حد في هاي الفترة من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لصالحكم بشكل قوي ورح تنشطوا في اتصالات بعيدة أو سفر بعيد لبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنكم تنتبهوا أثناء التنقلات اتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم إذا كان عندكم سفر أو معاملات أهم شيء برضو عدم التسرع أثناء القيادة وأثناء التنقلات برج العذراء بينصب اهتمامكم طبعا حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركائكم شركاء المال والعاطفة وبضل طاقتكم ضعيفة بحاجة للمراقبة والمتابعة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتحسن شوي بتنهمكم في عادة تنظيم الأمور المالية المشتركة ولكن بتكون تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بالنسبة لما هو وليد برج الميزان طبعا القمر صار في مراحل المقابلة الآن هو في البيت السادس بيركز على العمل وعا الصحة من الآن لغاية ساعات الصباح فعشانيك بتواصلوا أعمالكم اللي بداتوا فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد وتنظموا أموركم بشكل جيد من ساعات الصباح القمر بصير مقابلكم تماما فعشان هيك بصيروا ترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم ما بينكوا بين الأزواج أو شركاء المال ولكن أو شركاء العمل ولكن بتكون تنتبهوا من ساعات الصباح من العصبية من ردات الفعل من المشاكل وبرضو تنتبهوا من بعض الإصابات مثل الجروح أو الالتهابات على أنواعها برج العقرب بتظل العاطفة قوية عندكم أو بيتميلوا للتقارب أكثر من أحبائكم أو للتجاوب معهم أو لممارسة هواي معين الأجواء لطيفة جدا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس اللي هو إلو علاقة في الصحة إلو علاقة بالعمل فعشان هيك بتكون تنتبهوا لأعمالكم أو لصحتكم كذا هذا اليوم وبرضو بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية ممكن يصير بينكم أي مشاحنة أو سوء تفاهم ما بينكم وبين زملائكم بالعمل فبتكوا تضبطوا أعصابكم برضو الأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالأحبة سوء تفاهم أو ردات فعل مع أولادكم فبرضو بتكونوا حذرين برج القوس طبعا بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن لغاية ساعة الصباح تحذروا من أي مشاكل أو خلافات أو سوء تفاهم مع أفراد العائلة ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض المشاكل المنزلية وبرضو إلها علاقة بالمصاريف اللي بتتعلق بأفراد العائلة من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لصالحكم لأن القمر رح يصير في الحمل اللي هو البيت الخامس بيت العاطفي والحب والحضوظ فبتزداد رغبتكم في التقرد والتفاهم مع أحبائكم الأجواء جيدة إيجابية بشكل مميز ممكن تحققوا بعض المكاسب أو الانتصارات خلال هذا اليوم وتحققوا أشياء كنتوا بتنتظروها في الفترة الماضية برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح اللي بدو يتقدم لامتحان واللي بدو يقود سيارته على الطرقات أو يعني يديروا بالهم من السرعة والعجلة اللي عندهم امتحانات بدهم يدرسوا يستعدوا بشكل جيد انتبهوا لعصبيتكم وردات فعلكم من الآن لغاية ساعة الصباح من ساعة الصباح القمر رح ينتقل للبيت الرابع فرح يتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا شوي حادين الطباع ممكن تظهر بعض المشاكل أو سوء تفاهم إلو علاقة بأفراد العائلة برضو أنت مزاجك متعكر شوي وهذا الشيء ممكن يسبب حدية في الطباع فعشان هيك عليك الحذر أثناء التعامل مع أفراد العائلة برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو من الآن لغاية ساعات الصباح بدكوا تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتخففوا من النفقات قدر المستطاع ما تغمروا وما تجازفوا بالأمور المالية نهائياً وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع من ساعة الصباح الأقمر رح ينتقل وصير في البيت الثالث فهنا رح تكثر عندكم الاتصالات التنقلات الحوارات النقاشات ومن المحتمل أنه يعاني البعض من مشاكل أو نزاعات مع رفيقهم أو رئيسهم في العمل فبدهم يضبطوا أعصابهم ولكن إجمالاً ديوم مميز على مستوى التواصل والإقناع سرعة البديهة عالية على مستوى الامتحانات برضو ممتازة جداً برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً الأجواء جيدة اليوم بتحسوا أنه أنت النشاط عندك وصار أكثر حاولوا ولكن لأنه في خلو ومسار في فترة خلو المسار انكم ما تبدروا لعمل جديد واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل رح تنشطوا بأكثر من اتجاه وأكثر من مسعى في نفس الوقت الطاقة عالية جداً موجودة عندكم لغاية ساعات الصباح بعدين بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم بصير التركيز على الأمور المالية ولكن شوية ممكن يكون مزاجكم مما هيك متعكر أو فيه إشي يستفزكم فبتكونوا أكثر تسيطرة على انفعالاتكم وفي نفس اللحظة اقتنصوا الفرص المالية والمكاسب المالية من أي مكان ممكن تيجيكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر